في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وفي إطار حرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع قامت الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين على الطرق السريعة وداخل المحافظات ومحطات متر الأنفاق والسكة الحديدية في الوقت الذي يتصابق فيه الجميع نحو اللحاق بموعد الإفطار في منازلهم تقف الخدمات والارتكازات الأمنية مستعدة لتصدي لأي خروج عن القانون وبث طمأنينة في نفوس المواطنين لكنها في الوقت ذاته تؤدي دوراً إنسانياً واجتماعياً بالمساهمة في توزيع وجبات إفطار على الصائمين والعمال التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الشارع أثناء الإفطار وتأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد معك في رمضان كل سنة ونطيبين وعيد عليكم بخير بإذن الله كل سنة ونطيبين وعيد سعيدة على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري وعلى الجيش المصري وعلى الشرطة وعلى رأس الجمهورية بنا يخلي شعب مصر ورئيس السيسي والشرطة في خدمة الشعب دايماً يا رب إن شاء الله إحنا كلنا مبسوطين إن داخلية متواجدة معنا في كل مناطق البلد وأمان وإحنا بندعي لهم دايماً إن ربنا يحميهم وبنا يقويكم يا رب وعينكم ودايماً كده بتعملوا حاجات تفرح للناس كده ويا رب دايماً كل سنة طيبين رمضان مبارك بصراحة يا لفتة نطيفة جداً جداً يعني منكم ونتم تعملوها ودي يعني هي دي الشرطة المصرية يعني مع تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريع لتأمين المسافرين تقوم بتوزيع واجبات إفطار على الصائمين من مرتاد تلك الطرق فهذا جزء إنساني واجتماعي من الرسالة الأمنية التي يؤديها رجال الشرطة مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية طبعاً كل سنة طيبين ورمضان كريم على الناس كلها إن شاء الله بإذن الله وكل جاي خير وصلاً عشان الله بمصر بإذن الله جاي خير إن شاء الله كل سنة طيبين وهي السعيد عليكم يا رب وربي دايماً مصري بدايماً بخير شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد حبك علينا يا بلدي فرد وداخل محطات متر الأنفاق والسكة الحديد وبالتوازي مع عمليات تأمين هذين المرفاقين الحيويين يتم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين شوفناً على الهدية الحلوة دي كل سنة ودايماً كده محبتنا زيدة وما حد شيء ده يفاجأنا عن بعض شكراً والله شكراً بجد ربناً يخليكم مصر مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر ولكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهار مبادرة توزيع وجبات إفطار على الصائمين تأتي في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية في تحقيق التواصل مع كافة فئة المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بكافة المناسبات عبدالبركات التلفزيون المصري